تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتنمية القطاع الزراعي واستغلال الإمكانات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الزاتي من المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية وتستهدف الحكومة في برنامجها زيادة التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة وتحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية واستنباط انفصناف جديدة للمحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الزاتي للغذائية الاستغلال الأمثل لموارد الدولة شعار ترفعه الحكومة في برنامجها الذي دخل حيز التنفيذ من أجل تعزيز الاستفادة من موارد الدولة بشكل يصهم في توفير فرص العمل وزيادة الانتاج ورفع معدلات التصدير وتوفير العملة الصعبة مما ينعكسه بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطن القطاع الزراعي يعد فاعلا أساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية حيث تولي الحكومة كهدا كبيرا لتنمية هذا القطاع واستغلال الإمكانات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية تعمل الحكومة على التوسع الأفقي والتصلاح الأراضي الجديدة من خلال توسيع مساحة الأراضي الجديدة في المناطق الصحروية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي الحكومة الجديدة تستهدف إلى تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية ومبكرة الندق وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية كما تعمل الحكومة على دمج السياسات الخاصة بالتوسع في تصنيع الزراعي ووضع خريطة استثمارية للصناعة الزراعية والبدء في العمل بها من خلال منهجية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمجمعات الزراعية التي يتم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى القرى كما تستهدف الحكومة دعم المشروعات التي تخدم قطاع التصنيع الزراعي مثل مصانع التعبئة والتغليف ومصنع الانتاج الحيواني والداجيني من خلال لجاني الاستثمار بالمحافظات والمتابعة الجدة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع والسماح بالشركات بين المستثمرين لدعم التصنيع الزراعي وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة